بيحكي الزوج أنا كنت بتزوج بزوجتي كانت كتير قصيرة ونحيفة وجسمة كتير كتير ضعيف بالمقارنة معي أنا كنت كتير طويل وإلي عضلات وكان جسم رياضي وضخم وأجمل من زوجتي بكتير ولأن زوجتي قصيرة كنت كتير حب أعمل فيها مقالب أحيانا كنت أتخبها وبعدين أطلع من مكاني من مكان تاني وأرعبها وأحيانا كنت أاخد دفتر يومي يادا وأرفعه لأعلى مكان حتى ما تطوله وما تقدر توصله لأنه كانت كتير قصيرة وأحيانا كنت أزعجها وهي عم تتفرج على التلفزيون أو تطبخ على العشاء يعني كنت أعمل جميع وسائل حتى هيك أزعجها وأنا يعني مبسط وأضحك من قلبي وكنت كتير مستمتع بهالإزعاج وهي عم تحاق أول توصل لي وما تقدر توصل بالنسبة لزوجتي كانت كتير بالأول تمبسط وتعتبره مزح بس لاحظت بعدين صارت تضايق من أفعال الصبيانية وبيوم من الأيام فئة بكير حتى روح على شغلي لقيتها عم تحضر لفطور فمثل العادة حبيت خوفها ونقزها بس هالمرة قالتلي بنبرد خوف إذا عددت هالشي ما لحت لقيني بالبيت المساء بترجع ما بتلاقيني توقعت أنا إنه عم تمزح لأن كل مرة خوفها بنفس الطريقة وكانت تهددني بس لمن أرجع المساء لقيني ولمن أرجعت للمساء هالمرة ما لقيت أنا ديت كتير وما ردد وصرت دورة عليها بكل البيت وما لقيتها ولمن وصلت على المطبخ لقيتها معلقة ورقة وكاتبة عليها يهتم بحالك أنا ما عد بدي أرجع لمن قريت هالشي رجلية ما عد حملوني وصرت حس جسمي كله صار بارد وحسيت حالي إنني صرت أضعف مخلوق على وش الأرض ووقتها يعني أدركت إنه هاي الزغيرة القصيرة الضعيفة كانت هي مصدر قوتي وأنا ولا شي بدونه وسندت ظهري على هالحيط وصرت أبكي مثل الولد الصغير وبعمري ما شفت دموعي أبدا وما شفت تنزل عم بينزلوا لهالدرجة وبهالغزارة وفجأة لمن هيك لاحظت شي تحرك لمن عم يتحرك تحت الطاولة فلمن طلعت وهيك لقيتها هي قاعدة تحت الطاولة وسمعت ضحكة خفيفة منها لقيتها متخبية وعم تراقب تصرفاتي فساعتها أنا حضلتها بكل قوتي وأنا دموعي نازل شلال بس هي كانت عم تضحك وعم تتشفى مني وبهيك بكون نقلب السحر على الساحر وعرفت وقتها إني أنا بدون زوجتي الضعيفة أنا أضعف مخلوق على وجه الأرض فيعني أنا بنصح ما حدا يتنمر على الثاني ممكن هذا اللي عم تتنمر عليه هو يكون مصدر قوتك وشجاعتك ووجودك بهالدنيا فبتمنى إنه هاي العبرة ياخدوها كل الأزواج وإنه ما حدا يتنمر على الثاني ويمكن هذا هو يكون مصدر قوته ووجوده بالحياة بتمنى إنه تكون قصتنا وعجبتكن وتمنى إنكم تكونوا استفدتوا منا شكرا للمتابعة